تشن جبات البوليثرو الانفصالية حاليا حرب قذيرة ضد الصحراويين المحتجزين داخل مخيمات تندوفو الذين انشقوا عن العصابة وأثثوا حركة الصحراويين من أجل السلام وكشف النشط الصحراوي الفاضي البريغا المعتقل سابقا بسجن ذهبية عبر تدوينة بموقع الفيسبوك أن عصابة البوليثرو أثابتها حالة من الجنون بعد تأثيث هذه الحركة وتابع أن الجبهة بدأت تقوم ببعض الأعمال القذرة كعادتها لوقف الزحف المنخرطين تحت لواء هذه الحركة التي انشقت عن القيادة الفاسدة وقال من جنون قيادة جبهة الرابوني فتح مئات الحسابات المستعارة بإثم حركة الصحراويين من أجل السلام لتشويه ثمعتها وأوضح الناشط الصحراوي أن تأثيث حركة الصحراويين من أجل السلام يأتي بعد الإفلاس السياسية لزعيم الجبهة وسوء تدبيره للشأن الداخلية لمخيمات تندوف وأضاف أن ظهور طيار جديد يمثل الصحراويين الحقيقيين من أبناء الصحراء أثناء حقبة الاستعمار الإسبانية يعطي شرعية قوية لهذا الطيار الجديد وتضم هذه الحركة السياسية الجديدة ضباطا ومسؤولين السابقين في جبهة البوليساريو إلى جانب أبناء وأحفاد أعضاء الجماعة الصحراوية إبان الحقبة الاستعمارية الإسبانية بالإضافة إلى طلاب الجامعات وعدد كبير من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان تمكن مغربيان من إنقاذ سيد دم السنة كانت تحاول الانتحار يوم الثلاثة بمدينة ليتشي بالجنوب الشرقية لشبه الجزيرة الإيطالية وقد احتل المغربيان وجهات العديد من الصحف الإيطالية حيث وصف هذا العمل بالبطولية وحسب مصادر إعلامية إيطالية فإن السيدة في السبعينيات من عمرها وهي من جنسية بولونية حل الضيفة على منزل إحدى الأسر بأحد شوارع مدينة ليتشي وأضافت المصادر ذاتي أن الساكنة ومعها العائلة المضيفة تفاجأت بثراخ العشوز وهي ترمي بنفسها من الطابق الأول ولحسن حظ علقته بجانب أحدى الشرفات وفي تلك اللحظة ظهر بين الجمهور مواطنين مغربيين تسلقا المحل الذي يوجد تحت العمارة ثم استعانا باللافت المعلقة على وجهته للوصول إلى الطابق الأول حيث علقت السيدة وقد تمكن من منعها من الانتحار وأشرت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن المواطنين المغربيين عردان نفسهما للخطر من أجل إنقاذ السيدة المسنة إذ بقيا لعدة دقائق معلقين بيد واحدة فيما مدى اليد الأخرى لمنع السيدة المسنة من السقوط وبعد حضور الشرطة وفرقة تابعة للوقاية المدنية تم إنقاذ السيدة وقد كتبت العديد من المقالات تنويه بالعمل البطولية الذي قام به المغاربة حيث وصفا بالرجل العنكبوس سبيدرمان لدهور ما في الوقت المناسب وتسلقهما للعمارة في ثوان كذلك لمنع العجوز من السقوط خلال يوم السبت الماضي أول أيام رمضان بالمغرب أجرى الملك محمد السادس مكالمة هاتفية مع رئيس تونسيقي السعيدة لتهنئتي بمناسبة حلول الشهر المعدم لكن أيضا لتباحث حول الأوضاع الصحية في كل البلدين فالملك محمد السادس له اليوم رغبة كبيرة لتكوين حلف إفريقي متين لمواجهة هذا الوباء الفتاك الذي يهدد الاقتصاد وهو يعرف أن حماية أرواح البشر باعتبارهم رأس مال بشرية أفضل من تجهل الأرواح وحماية الرأس المال المادية فقبل أيام قليلة فقد سبق للعاهل المغربي أن توصل مع رئيس السنيغالي ماكيسال ورئيس الكوديفور ألاثان وتارا وتباحث معهما التطورات المتعلقة بجائحة كورونا في القارة الإفريقية واقترح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة بعد هذه المكالمات قيل أن الملك محمد الثالث اقترح اجتماعا لبعض الضعماء عبر تقنية الفيديو في إطار مبادرة واقعية يقودها الملك تسمح بتقاثم تجارب لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة وإذ كانت هذه المبادرة الفريدة من نوعها في القارة الثمراء قد بدأت بثلاث دول فقط وهي المغرب والسنغال والكوديفورة فمن المحتمل كذلك أن تشمل تونس اعتبارا لعلاقاتها الجيدة مع المغرب وهو ما يمكن أن نفهم من الاتصالات الهاتفية المتكررة بين الثاكن قصر قرطاج والملك محمد الثادث منذ بداية الجائحة وقد تمتد لتشمل دولا أخرى صديقا للرباط أبرزها القابون هذا التعاون الذي يرغب فيه الملك محمد الثادث بدأ بالفعل منذ أيام خلال تنصيق مغربي سنغالية إفوارية فيما يتعلق بالبحث العلمي لتطوير أجهزة لتنفس الاصطناعية بشكل مشاركة قد تجنب هذه الدول إمكانية استرادها بأتمنة خيالية من دول أوروبية أو من الصين وسيمتد هذا التعاون إلى مجال الاقتصاد ما بعد الجائحة إضافة إلى التعاون في مجالة أخرى بهدف تخفيف ما أمكنه من التأثيرات الصعبة على كافة المستويات التي قد تحصل وفي ذات الصياغ أكد الملك محمد الثالث وملك الأردن عبدالله الثانية ضرورة تنصيق الجهود لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجدة وشدد عاهلاء البلدين خلال اتصال هاتفية يوم الأربعاء على ضرورة مواصلة التصدي للأثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الوباء وحماية الصحة الشعوب وثلامتها كما أكد الملك محمد الثالث وقوف المغرب إلى جانب الأردن في جهودها لمواجهة الفيروس وتبادل العاهلين التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك كما تناول الاتصال عمق العلاقات الأخوية الراثقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وصف حاكم ثبت المحتلة خوان فيغاث المملكة المغربية بالعدوة وتناقلت الصحوف الإسبانية أن رئيس حكومة ثبتة خوان فيغاث توجه إلى مدريد للمطالبة بمزيد من الدعم من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مواجهة ما أثماها العذاء المغربية واعتبر ذات المسؤول الإسباني أن المغرب قام بخنق الثغر المحتلة الذي يتمتع بالحكم الذاتي داخل النظام السياسي الإسباني ويعتزم فيغاث في اجتماعه برئيس الحكومة الإسبانية في جلسة الهيئة العامة لمجالس الحكم الذاتية استعراض الوضع الناتج عن حالة الانذعاج والغضب الكبير في ثبتة بسبب الاختناق الاقتصادية الغير المسبوق الذي تعيشه منذ قرار المغرب إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا ومنه التهريب المعيشية قبل أشهر وقالت صحيفة أوكي دياريو الإلكترونية أن فيغاث سيستغل لقاءه ببيررو سانشيز لمطالبة بتغيير موقف إسبانيا تجاه الرباط بسبب ما وصفه بعداء المغرب وتسببه في أزمة اقتصادية كبيرة للتغري المحتلة انضافت إلى الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا وتضيف الصحيفة أن فيغاث سيعلن من قبة البرلمان الإسبانية خلال خطابه في مجلس الشيوخ عن ضرورة تدخل مدريد لإنقاذ ثبت من العذاء المغربية الذي تسبب في كثار المدينة سياحيا اقتصاديا وتجاريا كتبت صحيفة الرياضة السعودية أن الإصرار على حلول غير واقعية بشأن قضية الصحراء المغربية لا تعكس الإرادة الشعبية وتطلعات الثاكنة هو أمر عبثي يطيل من أمد معاناة هذه الساكنة ويسهم في بعطرة الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع وأضافت الصحيفة في مقال نشرته يوم الأربعاء على موقع الإلكترونية تحت عنوان الوطن العربية والنزاعات العبثية حمل توقيع الصحفية عبد الرحمن الجديع إنه من المهم الإشارة إلى أن سكان الصحراء لا يمثلون إقليمية عرقية أو مذهبية وإنما هم جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المغربية مبرزة أن أية مقربة لوضعية الصحراء يجب أن تتسم بالحكمة والاتذانة وتأكس وعيا حضاريا في إطار جهود المغرب الواضحة والصادقة لتأذيذ التقارب بين دول والشعوب القرى الإفريقية وفي ضوء ذلك يوضيف كاتب المقالة تجلت جهود الدبلوماسية المغربية الفاعلة في دينامية تتصق مع المستجدات والظروف التي يشهد عالم اليوم من حيث الاهتمام بالتنمية المستدامة والبناء والازدهار مؤكدا أن طي صفحة الخلافات أمر يتوائم مع الرؤية الجيو استراتيجية ويتوافق مع المصارات الجديدة التي تؤكد على القواثم المشاركة التي تجمع بين الدول المتجاورة من قيم ومبادئ وتقاليد وتطلعات تتفق مع الذهنية الجديدة التي تولي اهتمامها لتلبية حاجية المواطنة ومواجهة الأزمات الاقتصادية وتدعم جهود السلام والتنمية ونبضي الحرب والدمار وذكر الكاتب أن المغرب منذ انسحاب إسبانيا من أقاليمه شمال وجنوبا عمل على ترسيخ السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة الترابية معبرا عن الأسف لكون الصراعات في المنطقة وتدارب المصالح أثهمت في خلق حركة انفصالية متمردة على الوضع القائم جنوب البلاد وأشار إلى أن هذه الحركة كانت مسيرة من قبل بعض الدول التي لا تزال تعيش في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وهي فترة عفى عليها الزمن لا سيما في ظل التحولات التي ترفض الانفصال وسياسة تفسيث الأوطان وشردمة الأمة ولا تواكب الواقع السياسي المعاثر